السلام عليكم أصدقائي تحياتي للمتابعين من كل مكان رجعت لكم بهذا الفيديو رح نتناول بمجموعة من الأحداث الهامة التي تحصل بألمانيا وبأوروبا أول أمر حنتكلم به هو للتذكير أصدقائي يوم الجمعة اللي هو الخامس عشر من شهر أبريل اللي هو يوم بعد غدا هو عطلة وهي مناسبة دينية بألمانيا اسمها الكافغايتاغ وهذه هي يعني مناسبة ستكون بها يعني المحلات مغلقة وسوبر ماركت مغلقة يوم السبت هو يوم دوام عادي وسوف يعني تفتح به المحلات ويوم الأحد عطلة بطبيعة الحال الاثنين الثامن عشر من نيسان أبريل هو عطلة مناسبة دينية وهو الأوستا مونتاك من لديه أولاد أو عائلة ولديه احتياجات معينة لأجل التسوق فيعني سيكون يوم غدا هو يعني زخم كبير فأفضل وقت للتسوق هو اليوم وقد يكون يعني الوقت المبكر من صباح يوم غدا قد تجدون بعض الصلاع يعني نفذت أو يعني الأشياء الضرورية مثل الحليب مثل يعني الأمور الأساسية ولذلك نسترعي الانتباه طبعا عيد الأوستر هو بالترجمة العربية هو يعني عيد الفصح لكن أعتقد أنه هناك اختلافات بين الكنيسة الشرقية والغربية وأعتقد أنه العيد بالدول العربية عند الأخوة المسيحين هو بشهر مايو أيار حسب معلوماتي أنا لست متأكد بماذا يعني هذه الاختلافات بالمواعيد من يعرف فليكتب لنا بالتعليقات ننتقل للموضوع الآخر عندي لكم خبر جميل جدا وهام جدا وهو حتى الآن يعني غير مؤكد ولكن يعني هناك تسريبات صحفية بأنه تذكرة القطار التي سيتم توزيعها بشهر يونيو حزيران بتسعة يورو شهريا سوف تكون صالحة بكل ألمانيا يعني تشتري هذه التذكرة وتسافر بها بأي مدينة وبأي ولاية تريد فقط بتسعة يورو وهذا الكلام هو حسب ما تم نشر من تسريبات هذا اليوم بموقع بلد الإخبار واسع الانتشار فأن التذكرة يجب أن تتيح لسكان ألمانيا تجوال كامل بكل أرجاء ألمانيا بالقطارات المحلية والباصات مع عدى قطار الـ HCE والـ AC وهذا يعني إن كنت من سكان برلين وتريد الذهاب لهامبورغ بإمكانك ركوب القطار دون أن تدفع شيء إضافي فقط تظهر تذكرتك عندما يأتي الـ Control اللي هي التذكرة الشهرية ذات يعني كلفة تسعة يورو التي سيتم توزيعها يعني ابتداء من يونيو حزيران هذا الأمر كله سيتم حسمة في هذا اليوم وقد تكون البطاقة بالولاية الفدرالية بيأكملها وليس يعني بكل ألمانيا ولكن بكل ألمانيا هو أمر مرجح الكاثرين سيصبح بإمكانهم يعني الذهاب لمحطات القطار وركن سياراتهم والسفر بعيدا دون سياراتهم وانبعاثاتها الحرارية وإزعاج ركن السيارة خصوصا بالمدن الكبرى هذا الأمر قد يدفع به حزب الخضر يعني لأنه تجربة قد تأتي بفوائد اقتصاد بالوقود بشكل كبير واقتصاد حتى تقليل المعاثات الحرارية أصدقائي الموضوع الآخر كان الرئيس الألماني السيد فرانك فالتاشتاينما يريد زيارة كييف عاصمة أوكرانيا برفقة رؤساء بولندا ودول البلطيق وكانوا مجتمعين بولندا للتوجه لأوكرانيا ولكن الصدمة جاءت من كييف عاصمة أوكرانيا حيث قال الرئيس الأوكراني فولو دميات زيلنسكي إنه لا يريد استقبال الرئيس الألماني كونه شخصية غير مرغوب بها بالبلاد الحكومة الألمانية كان ردها هادئ جدا على إعلان أوكرانيا وهو يعني الرئيس الألماني كان موقف واضح لا غبار عليه وهو بجانب أوكرانيا وإن ألمانيا لا تزال واحدة من أكثر داعمين لأوكرانيا كي تصعد دوليا باستمرار وبنفس الوقت سمحت كييف فقط لثلاثة من البرلمانين الألمان بالدخول إلى أراضيها وهم من الحكومة الحالية من تحالف إشارات المرور ومن الجانب الأوكراني فإنه سبب رفض استقبال الرئيس الألماني هو دورة المؤيد لروسيا بشكل مفرط بالسنوات الأخيرة ومن وجهة نظر كييف فإن السيد شتاينما عندما كان وزير خارجية كان يروج لبناء خط أنابيب نوردستريم زفاي يعني خط الأنابيب الروسي الذي يغذي ألمانيا والذي تم إنجازه بيعني نهاية عام 2021 ولكن لم يتم تشغيله حتى هذه اللحظة والرئيس الألماني قال كان يجب أن نتعامل بجدية أكثر أو أكبر مع شركانا في أوروبا الشرقية خصوصا بعد الفترة التي تلت عام 2014 وهي فترة اشتياح روسيا لجنوب أوكرانيا يعني واحتلالها أقليم القرن وأوكرانيا تريد أن يزورها أولاف شولتس بدلا من أشتاينماير وهي طلب ذلك منه وبالوقت الحالي ألمانيا تتبنى توجه جديد وهو دعم أكبر بالأسلحة إلى الجانب الأوكراني يعني نتكلم عن الأسلحة الثقيلة كي تتخلص ألمانيا من صورتها المعروفة بأنها يعني تمارس المحابات مع الروس والأمر مفهوم لأنه ألمانيا بلد صناعي يحتاج إلى الطاقة مثل النفط والغاز التي هي غير موجودة بها ولذلك يحتاج إلى علاقة جيدة مع أكبر دولة بالعالم والتي تعتبر يعني قريبة عليها جغرافيا لتزويدها بالأمور التي تحتاجها وبعد الزيارة التي أجراها البرلمانيين من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا دعوا يعني بمشاركة نواب أوروبيين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا والأمر قد تطور ليصبح يعني دعوة من قبل ممثل لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي اللي هو مايكل غوث يعني دعا لفرض حضر نفطي على روسيا بشكل سريع ومباشر وهذا الأمر يجري دراسة الآن بشكل جدي وهناك بعض التسريبات والأنضاء التي تقول أن الأمر قد يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة من ناحية أخرى روسيا لا تستطيع وقف إمداداتها للاتحاد الأوروبي لأنه يشتري 60% من نفطها وهو يمثل مصدر دخل رئيسي لا يمكن استغناء عنه بسهولة ولا يعتقد أنها سوف تمنع الغاز عن أوروبا في حال مقاطعة النفط لأنها ستتضرر كثيرا لأن الأوروبيين يعني يدفعون لروسيا بالشهر الواحد مليار يورو لأجل النفط والغاز لذلك الأمر يعني مرجح حصوله قريبا مقاطعة النفط الروسي أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر اللي هو مفاجئة سيئة جدا لمن يشتري البيض بألمانيا ما سنقوله الآن وما نقوله دائما بالقناة هو من مصادر إخبارية موثوقة ورسمية أنا شخصيا نتابع عليها وأترجمها وأوصلها لكم كي أبين لكم الحقيقة لأنه هذا الشيء يعني أحب أن أفعله كهواية وأنا أعتبر إعلام حر وصحافة حرة كوني أفعل ما أشاء وأقول ما أشاء عكس ما كنت أفعله بالسابق أعمل بمؤسسة إعلامية وأقول ما يفرض علي قوله لذلك أصدقائي رجاء من يكتب تعليق أنت تجلب فقط لأخبار السيئة وأنت متشائم يعني أتمنى أنه لا يكتب هكذا تعليقات لأني لا أجلب شيء من جيبي ما أجلبه هو من مصادر إخبارية موثوقة وأنا أسمح لكل التعليقات حتى الانتقادات منها طالما هي لا تحمل إساءة والموضوع هو أصدقائي نظرا لارتفاع سعار العلف بمقدار أكبر من الضعف فلم يعد من المجد نفعا للمزارعين الألمان أن يشترون الدجاج البيض يعني الدجاج الذي يبيض يشتريها المزارع ويربيها أشهر كي يعني تصنع له البيض بشكل يومي ومستمر هذا الأمر بدأ الآن يعني يتغير وأصبح المزارعين الألمان يشترون الدجاج الذي يربى كي يذبح ويباع كلحم بالأسواق كونه لا يحتاج إلى أن يعني يأكل كثير ويبقى فترة طويلة بمزرعتك هذا الأمر أعلن عنه مربي الدجاج بألمانيا وقالوا قبل عيد الفصح سوف نرفع سعر البيض وهو ما حصل الآن يعني بالفعل بالمتاجر بألمانيا خصوصا بألدي وأيديكا السبب الرئيسي أسعار العلف ازدادت بمقدار أكثر من الضعف لأن العلف جزء رئيسي منه يأتي من أوكرانيا ويصدر للعالم والمزارعين يشرحون للرابطة الفدرالية للبيض اللي يسمها بيفاو آي بأنهم سوف لن يتمكنوا بحلول الصيف من تزويد السوق والسوبر ماركت بالبيض لأنهم لا يستطيعون جلب دجاج البيض وأن اعتماد ألمانيا سيكون على دول أخرى مثل اسبانيا وفرنسا بشراء البيض وبيعة بالسوبر ماركت ولكن هذه الدولتين ضربتها بالشتاء أفلاونزا الطيور وخسرت الكثير من الدواجن بها ولم تتأثر ألمانيا بشكل شديد بأفلاونزا الطيور فسيتم جلب البيض من أماكن بعيدة وبالتالي سيكون سعر عالي جدا خصوصا وأن استهلاك البيض بألمانيا ارتفع بشكل كبير بعد عام 2013 أتعلمون لماذا أصدقائي لأن أوكرانيا من ضمن خطة نهوضها اقتصاديا جعلت نفسها سلت غذاء أوروبا وسلت غذاء حتى حيوانات أوروبا ودواجن أوروبا ومن ضمنها الدجاج والمواشي لأنها تزرع العلف خصوصا بعد أن ثأر الشعب على حكومته بعام 2014 وأصبح اقتصاد حر ويتعامل مع الأوروبيين فأصبحوا يبيعون العلف إلى الدول الأوروبية انظروا كيف أثر ذلك على استهلاك البيض بألمانيا بيعني المليون طن شهريا هذا هو المؤشر الذي يظهر الارتفاع بالأعوام الأخيرة وبدأ الارتفاع يحصل بعد الثورة الأوكرانية أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر وهو أفضل وأسوأ المدن بألمانيا من حيث المعاشات ومن حيث الرواتب وبعض المدن يعني يجب أن تتجنب السكن بها أن كنت لا تريد أن تحصل على معاشات قليلة في ألمانيا كما تعرفون يوجد 16 ولاية ويوجد بهذه الولايات الستة عشر ما مجموعة 410 لاند كرايس أو ما يسمى ناحية باللغة العربية هناك تباين كبير بالرواتب بعض النواحي رواتبها يعني عالية الناس يتعقضون بها رواتب عالية والبعض الآخر تكون المعاشات به منخفضة جدا فمن ناحية أخرى أصدقائي يتأثر من يسكن بهذه المدن سواء كانت رواتبها عالية أو قليلة إذن أفضل لاند كرايس بألمانيا من حيث المعاشات هو هايلبرون لاند كرايس هايلبرون وهي تقع في بادن فوتنبرغ وهي الأفضل دون منازع من حيث دخل الفرد السنوي الذي يبلغ 42 ألف يورو سنويا ثاني أفضل لاند كرايس بالرواتب هو شتانبيرغ وهي تقع في ولاية بافاريا جنوب غرب مدينة مونشن ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويا 38 ألف يورو سنويا نتكلم عن البغوتو بينما أسوأ مدن من حيث الرواتب فتأتي مدينة قيلسين كاشن وديسبوغ بشمال الراين يعني بأقل المراتب بالنسبة إلى الرواتب وبهذه المدن يكون أقل معدل للرواتب وهي يعني بالنسبة إلى مدينة قيلسين كاشن 17 ألف يورو و 15 سنويا فقط بقيلسين كاشن معدل دخل الفرد وبدويسبور 17 ألف و 741 دخل الفرد سنويا بالبغوتو بينما بألمانيا على الصعيد الوطني فإنه دخل الفرد سنويا يبلغ نتكلم عن من يعمل يعني المعدل العام 23 706 يورو إن كان راتبك مشابه لهذا الراتب فمعناها أنك حالك حال أغلبية سكان ألمانيا طبعا الشيء الذي يجعل لاندك رايس هيلبرون هو أفضل مكان بألمانيا من حيث المعاشات هو أنه يسكن بها ديتر شباتس وهذا الرجل هو مالك ليدل وكاوفلاند أكبر سوبر ماركت يعني بألمانيا وبأوروبا هو أكثرها انتشارا بأوروبا وهو عنده ثروة قدرها 47 مليار دولار وعمره 83 عام خلال سنين حياته استثمر الكثير من أمواله بهذا اللاندك رايس وساهم بتطوير شركاته يعني شركات اللاندك رايس ومؤسساتها التعليمية وحتى جيرانه وأصدقاء أصبحوا أثرياء بسببه هو كان يعني كريم جدا عكس جاري اللي كل مرة بالمساء يقول لي قلتم موغن وهو يكون بحالة سكر شديد أصدقائي ما يجعل قلسين كيشن ودويسبورغ يكون دخل الفرد بها منخفض هو أنه السكان كثير منهم لم يكملوا دراستهم أو لم يكملوا الأوس بلدونج ويعملون بدون شهادة وكما هو متعرف عليه بألمانيا من يعمل بدون شهادة أو فيتابلدونج أو أوس بلدونج يكون معاشا قليل جدا يعني الحد الأدنى للأجور أنا زرت يعني تحديد إنجلسين كيشن بالسابق وانتبهت على أنه يعني قليل ما تجد ألمان بالشوارع والغالبية أوس لندر ولاجئين طبعا نفتخر بالجميع يعني الكل بهم الخير والبركة والمدينة مليئة بالمطاعم بشكل كبير مطاعم الإجنبية سواء العربية أو التركية وملئة حتى بالسوبر ماركت حتى أنه بعض المطاعم من كثرتها تعمل عروض على الوجبات من أجل أن يأتون الزبائن إليها بسبب كثرة المطاعم يرخص الطعام أو يصبح رخيص جدا هذا الخبر أصدقائي نكون وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادئته تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة